السلام عليكم والوليات المتحدة الأمريكية بدأت بتحريك أسلحتها الهجومية تجاه المملكة العربية السعودية وهذه التفاصيل نشرت في الثمانية وأربعين ساعة الماضية وبشكل حصري على الفاينانشل تايمز والتي أيضا نقلتها وكالة رويترز والأمر مرتبط بعدد من الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال السنوات الثلاث الماضية تجاه السعودية في عام الفين وتسعة عشر كان هذا الرجل في مناظرة للحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وقال ببساطة بأنه سيعامل السعودية كدولة منبوذة فاز في الانتخابات الأمريكية كما هو معروف وأصبح رئيسا للولايات المتحدة وفتح ملف جمال خاشقشي على مصراعيه على السعودية وبدأ بالضغط على المملكة العربية السعودية وبعد ذلك مباشرة أعلن عن حظر بيع الأسلحة الهجومية للسعودية بسبب أنه معترض تماما على التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي في اليمن رفع جماعة الحوثي من قوائم الإرهاب وقام بسحب كذلك المنظومات الدفاعية من منظومات الباتريوت الأمريكية الموجودة في المملكة العربية السعودية وبالتالي أصبحت السعودية بلا هذه المنظومات وفي نهاية المطاف قامت جماعة الحوثي بعد ذلك بمهاجمة المشآت الحيوية والنفطية في السعودية وكذلك في الإمارات العربية المتحدة ورئيس الأمريكي جو بايدن لم يحرك ساكنا للدفاع عن حلفائه من الإمارات أو حتى من السعودية وبالتالي توترت العلاقة بشكل كبير بين الولايات المتحدة والسعودية حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 لتغير هذا المشهد بالكامل ودخل العالم بأزمة كبيرة للغاية على مستوى الطاقة وعلى مستوى النفط جاء بايدن ليطلب من السعودية مساعدتهم في زيادة صادرات النفطية لكن السعودية لم تتعاطى مع هذه المسألة زادت من علاقاتها الاستراتيجية والدبلوماسية مع روسيا وقامت بعقد اتفاقية استراتيجية كبيرة مع الصين وأعادت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بوساطة صينية وكذلك أيضا فتحت مجالا أو فتحت المحادثات السلمية مع جماعة الحوثي وبدأت المنطقة فجأة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وكأنها بدأت تذهب من سيطراتها بدأت تفقد السيطرة على الشرق الأوسط وبدأت دولا مثل روسيا والصين وحتى إيران مسيطرة بشكل أكبر وبأن النفوذ بدأ يتجه بالنسبة لهذه الدول وذلك من خلال قرار سعودي فالسعودية هي التي أثبتت بأنها قادرة على اللعب ببوصلة هذه المنطقة وعن طبيعة الدول التي تختارها لكي تكون موجودة وشريكة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي بشكل عام وهذا هو الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية أن تبحث عن اتفاق استراتيجي مع المملكة العربية السعودية من أجل أن لا تفقد نفوذها وسيطرتها وأن يكون هناك كذلك تطبيعا مع إسرائيل أمر مستقبلي واضح وبالتالي ما الذي تريدين هويتها السعودية السعودية ببساطة طلبت أن يكون هناك اتفاقا دفاعيا استراتيجيا بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وأن يكون أيضا هناك منشأة نووية خاصة بالسعودية مع التقدم النووي الإيراني وعدم وجود أي ضمانات من السعودية أو من أي دولة أخرى في منع إيران من الوصول للقنبلة النووية وعلى شرط أن يكون هناك اعتراف كامل وتام بدولة فلسطين وأن تكون دولة فلسطين منعزلة ومستقلة عن إسرائيل وبعد ذلك سيكون هناك اتفاقا وتطبيعا بين السعودية وإسرائيل وأن يكون هناك اتفاقا واضحا بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن تغير الإدارات الأمريكية من جمهورية إلى ديمقراطية وبدأت إدارة بايدن بالسير بهذا النهج بدون أي مشاكل حتى جاء السابع من أكتوبر لتتوقف هذه المحادثات بالكامل بسبب بعض الفضائع التي جرت حقيقة من الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة كما وجدتها السعودية وكما وجدتها عدد من الدول العربية وبررتها أساسا إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية لكن مسألة التفاهم قد توقفت نهائيا بسبب هذه الظروف حتى جاءت زيارة جيك سولوفن مستشار الأمن القومي الأمريكي مؤخرا إلى الشرق الأوسط والذي قام بزيارة السعودية في نهاية المطاف وزار إسرائيل بمجرد مغادرته لهذه المنطقة تم الإعلان بأن هناك تقدما كبيرا جدا في الاتفاقية الدفاعية مع السعودية وكذلك أيضا تقدما في سلسلة من الاتفاقيات الأخرى يبدو من ضمنها مسألة الوصول إلى المفاعل النووي السعودي والآن جاءت الأنباء من الفانانشل تامس بحسب مسؤولين أمريكيين كما تحدثنا في الثمانية وأربعين ساعتنا الماضية ليؤكدوا بأن الأسابيع القادمة ستشهد رفع حظر بيع الأسلحة الهجومية الذي فرضته إدارة بايدن على السعودية وهذا يوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية عادت وتقدمت بشكل كبير لاتفاق هائل وتأريخي مع المملكة العربية السعودية وبأن هذه الأسلحة الهجومية بعودتها للسعودية هي أيضا تعطي رسائلا بالنسبة لجماعة الحوثي جماعة التي عاد جو بايدن مع السابع من أكتوبر وما تم في السابع من أكتوبر التي بدأت تهاجم خطوط الشحن بشكل كبير وأغلقت مضيق باب المندب الأمر أن عكس ضدها تماما وتم إعادة إدراجها في قوائم الإرهاب وتشكل كذلك حلف ضد جماعة الحوثي حلف حارس الازدهار وكذلك عملية بسايدن آرشار ضد هذه الجماعة السعودية طبعا لم تنظم لهذا الحلف نهائيا ولم تسمح بأن تستخدم أجوائها أو أراضيها لمهاجمة جماعة الحوثي وأبقت على كل محادثات السلام مع هذه الجماعة رغم كل الظروف التي جرت في هذه المنطقة والآن بمجيء هذه الأنباء وعودة بيع الأسلحة الهجومية للسعودية تعطي نوعا ما رسالة لهذه الجماعة بأن الوضع قد تغير وأصبح وتحول 180 درجة بمصلحة السعودية ولكن المشكلة الأساسية في هذه القضية هي دولة فلسطين هذه القضية هي القضية الأصعب والتي تعقد الموقف السعودي تماما فالسعودية مصرة أن يكون جزء من هذا الاتفاق هو الاعتراف بدولة فلسطينية وأن تكون هناك حقوق كاملة للشعب الفلسطيني وهو الأمر الغير واضح حتى هذه اللحظة وهي معترضة على رفح وفي رفح إسرائيل لا زالت تتقدم على المستوى العسكري وإسرائيل تقدمت في رفح بشكل كبير تقدمت في كل هذه المناطق وصلت كذلك إلى شارع العروبة وبدأت تأخذ هذا الجناح أيضا في عملية التقدم على الفصائل الفلسطينية وكذلك أن اللواء المدرع الخاص بالجيش الإسرائيلي قد وصل إلى كل هذه النقاط في محور فلاديلفيا وتقدم حتى تل السلطان تقريبا في هذا الاتجاه وسيطر على أكثر من 75% من محور فلاديلفيا وهذا أيضا وجه ضربة لاتفاقية كام ديفيد والذي دفع الجيش المصري في نهاية المطاف أيضا أن ينتشر في هذه المنطقة وكان هناك اشتباكا بين الجيش المصري وكذلك الجيش الإسرائيلي على إثره قتل جندي مصري وجرح آخرين وهناك تحقيق بهذه المسألة الظروف متوترة للغاية لا بل أن إسرائيل بدأت بالاندفاع لتوجيه ضربات خطيرة للغاية في رفح باتجاه المدنيين تحديدا وباتجاه نقاط من المفترض أن لا تنفذ فيها إسرائيل أي عمليات نهائيا والضربة التي نتحدث عنها هي الضربة التي جرت في منطقة تل السلطان بالقرب منها في منطقة البريكسات بهذا الاتجاه جاء الضربة خطيرة للغاية قالوا شهود العيان بأن إسرائيل استهدفت هذه النقطة بست صواريخ وكان هناك العديد من القتلى ومن الجرحة جراء هذا الاستهداف إسرائيل قالت بأنها استهدفت عناصرا لحركة حماس كان هناك اجتماعا لقيادات حماس في تلك المنطقة تحديدا وأهمهم هو ياسير ربيع ونبيل نجار وحركة حماس اعترفت تماما بأن ياسير ربيع قد قتل جراء هذا الاستهداف ولكن نبيل نجار قد نجى وبأنه أصيب وهناك إذن قتل آخرين من عناصر حماس لكن ركزت إسرائيل على قضية ياسير ربيع ونبيل نجار بأنهم هم الذين كانوا مستهدفين لكن المشكلة هذا الاستهداف أدى إلى قتل العديد من المدنيين 45 إلى 50 مدنيا تقريبا سقطوا ضحية جراء هذه الضربة الإسرائيلية وبنيامي نتنياهو اعترف وقال لسوء الحظ حدث خطأ مأساوي الليلة الماضية وبتالي هم اعترفوا تماما بأن هناك خطأ قد طال هذه المنطقة وهناك تحقيقات أمريكية جراء هذه المسألة مشتركة مع إسرائيل كما نشرت وكالة أكسيوس في الأربعة وعشرين ساعتنا الماضية وإذا ما ألقينا نظرة على طبيعة هذا الموقع سنرى أن هناك أربع كارفانات واضحة من خلال هذه الصورة مسافة وترى كارفان آخر ولنأخذ اللون الأصفل لتصبح هذه الألوان واضحة وترى أن الانفجار يأتي بهذه الزاوية تقريبا هناك صور أخرى من عدد من الاتجاهات توضح لك هذا الموقع تلاحظ بأنك أمام عدد من الكارفانات التي استهدفت ليس هناك أي كارفان من هذه الجهة إلى اليمين وتلاحظ أن هناك كارفانا واضحا أمامنا مما يوضح عدد من الكارفانات ولكن ممكن الكارفان الخامس أو السادس هو الذي لم يصب بأضرار هناك أضرار ولكنه لم يدمر بالكامل وكذلك تلاحظ نفسه هذا الكارفان واضح أمامنا وبأن هناك طريق وهذا واضح من خلال هذه الشاحنة يفصل كارفانات أخرى كما هو واضح لنبعد هذه الأدات لنلاحظ بأن هذا الكارفان ينتهي هنا أي أن هناك مسافة أو طريق ويأتي بعدها كارفان آخر تلاحظ من زاوية أخرى هنا بأن ليس هناك أي كارفانات من الجهة الغربية ومن الجهة الجنوبية لهذا الموقع لنفس النقطة المصورة تلاحظ هناك فقط خيم ليست هناك أي كارفانات بالاعتماد على هذه العلامات وبالاتجاه مباشرة إلى مدينة رفح إلى تل السلطان هذا هو تل السلطان والبريكسات تحديدا وهذه الكارفانات متواجدة هنا هذه الكارفانات هي الكارفانات الأونروا التي ترونها وتبدو متطابقة مع الصورة الأولى التي حددناها قبل قليل إذا ما توقفنا هنا ستجد هذه الأربع كارفانات واضحة أمامنا وهذا الكارفان الذي هو واضح ويبدو أن عملية التصوير كانت تغطي هذه المنطقة وبالتالي عملية الانفجار أو الضربة الإسرائيلية كانت قد استهدفت هذه المنطقة وهذا يوضح أن عملية التصوير لهذا الموقع كانت قادمة من المباني السكنية من هذه الزاوية تقريبا ليس واضحا ما الذي يتواجد هناك بسبب أن صورة القمر الصناعي تعود إلى عام 2022 لكن هناك لحسن الحظ صور واضحة من القمر الصناعي توضح أن هذه المنطقة قد تغيرت خاصة مع أحداث قطاع غزة هذه صورة حديثة لنفس هذا الموقع هذه كارفانات الأونروا ويوضح وواضح من هذه الضربة يبدو أن الكارفانات هنا الغير واضحة التي دعونا نقترب منها هي التي كانت هدفا لهذا الاستهداف ولاحظ هذه صورة واضحة لنفس هذا الموقع نشرت من قبل القمر الصناعي أو شركة بلانت ولنقترب من هذه النقطة وسترى بأنها متطابقة مع ما رأيناه لا كارفانات إلى اليمين ولا إلى هذه المنطقة الغربية أو حتى إلى الجنوب هنا وتلاحظ بأنك أمام الطريق الذي كانت تسير عليه هذه العربة أو السيارة الواضحة ونلاحظ هنا بأننا أمام الكارفانات على طول هذا الخط وهذا يعني تقريبا هذا الكارفان وهذا الكارفان هي الكارفانات التي كانت واضحة بالنسبة لنا وهذا يعني أن إسرائيل استهدفت هذا المربع بأكمله وهو الذي كان فيه اجتماع لقيادات حماس في هذه النقطة لكنه تسبب بكارثة على الرغم أن هذه النقطة التي نتحدث عنها هي تعتبر من النقاط خارج المنطقة الآمنة أو المنطقة الإنسانية التي تحدثت عنها إسرائيل كما نشرت هذه النقطة إسرائيل وهي دقيقة تماما مع تحديدنا لهذا الموقع أن النقطة خارج المنطقة الإنسانية ولكن من صور الأقمار الصناعية المحددة والواضحة طبعا لشهر مايو على الأقل هذه المنطقة التي استهدفت وهذا هو الموقع الذي قمنا بتحديده دعونا نأخذ هذه الصورة مرة أخرى هذه النقطة التي نتحدث عنها التي كانت هدفا لاحظ الخيم الكثيرة للاجئين الفلسطينيين من مدينة رفح تلاحظ بأن عدادهم كبيرة للغاية وأن تأتي إسرائيل وأن تنفذ عملية بغض النظر عن أهمية هذا القائد لحركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي ممن هم يتواجدون في هذه المنطقة أي عمل عسكري من المفترض أن يكون ممنوعا ومحرما لأنه سيسقط عددا من المدنيين وهذا بالفعل هو الذي ظهر من التحقيقات الإسرائيلية بحسب الـ CNN إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية لأن الأسلحة التي استخدمتها كانت دقيقة ولكن شضايا الانفجار هي التي أدت إلى اشتعال الخيم وأدت إلى ما أدت إليه وبالتالي هذه مشكلة كبيرة وتحسب كنقطة سوداء من النقاط السوداء التي سجلت على إسرائيل في عملية استهداف المدنيين بغض النظر عن الطريقة لكن مثل هذه الاستهدافات تعتبر مخاطرة كبيرة من قبل الجانب الإسرائيلي وهذه نقطة سوداء في قطاع غزة جديدة تؤثر تماما على طبيعة إكمال الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية خاصة في مسألة التطبيع مع إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين وهو أمر ترفضه إسرائيل بشكل واضح وهذا يعني أن الأمور بالنسبة لولايات المتحدة نوعا ما تعقدت بهذا الملف والانتخابات الأمريكية قريبة إيران بدأت تستغل هذه المسألة بالتقدم نوويا على مستوى كبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا كانت قد أعلنت بشكل واضح بأن إيران الآن بتقرير جديد قد ارتفع اليورانيوم المخزن لديها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بـ 20.6 كيلو جرام هذه النسبة كبيرة وهذه الكمية تعتبر ليست بالهينة أبدا ومخزون اليورانيوم بشكل عام المخصب إن كان بنسبة 20% أو 60% قد وصل الآن إلى 621.3 كيلو جرام هذا يعني بأن إيران الآن تخزن من اليورانيوم المخصب 30 مرة أعلى مما هو متفق عليه مع الجانب الإيراني يعني إن إيران في كل فترة وفي كل شهر هي تقترب بشكل أكبر من القدرات للوصول إلى القنبلة النووية وهذا هو الذي يؤثر على الرئيس الأمريكي جو بايدن في مواجهة دونالد ترامب في آخر الإحصائيات من منتصف هذا الشهر تحديدا الفوكس نيوز قد نشرت على مستوى السياسات الخارجية المواطنين الأمريكيين يعتقدون بأن دونالد ترامب سيكون أفضل من جو بايدن والفرق هنا خمس نقاط بخمسة بالمئة دونالد ترامب متقدم على جو بايدن في مسألة السياسات الخارجية إن كانت أوكرانيا أو روسيا وإن كان أيضا الشرق الأوسط أو حتى في طبيعة التعامل أيضا مع الصين ولكن أيضا دونالد ترامب متفوق بشكل أكبر في المسائل الداخلية تلاحظ هنا على مستوى الجريمة هو متقدم بثمان نقاط على مستوى الاقتصاد هو متقدم بثلاثة عشر نقطة وكذلك دونالد ترامب متقدم على مستوى الهجرة بخمسة عشر نقطة ولا زالت ريل كلير بوليتيكس توضح بأن دونالد ترامب حتى هذه اللحظة من الممكن أن يفوز بعدد كبير من الأصوات يصل إلى ثلاثمائة واثنى عشر صوتا في الانتخابات القادمة هو بحاجة إلى مائتين وسبعين صوتا من الولايات الأمريكية بشكل عام بالتالي هذا التفوق كبير للغاية للأسبوع الثالث على التوالي وتوضحي لكلير بوليتيكس بأن دونالد ترامب سيفوز بأريحية في ويسكانسن وفي ميشيغن وفي بنسلفينيا وهذه من الولايات المتأرجحة والمهمة للغاية للطرفين لا بل أن حتى مواقع الرهانات وضعت دونالد ترامب كمحتمل فوزه طبعا على جو بايدن بنسبة 55% بينما أعطوا 38% لجو بايدن وهذه كلها مؤشرات بأن من الممكن للأمور أن تزداد سوءا بسبب طبعا الأسباب الداخلية ولكن أيضا بسبب الأمور التي تجري في الخارج خاصة وأن لم يحقق جو بايدن أي اتفاقات استراتيجية ممكن أن تساعده في مواجهة دونالد ترامب الذي يستثمر كثيرا بطبيعة عدم وجود الحروب واتفاقيات السلام وغيرها التي جرت في فترته كرئيسة للولايات المتحدة الأمريكية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة